أعزائنا المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامج المتحف الفلسطيني في هذه الحلقة سنصحبكم في جولة تعريفية بجريدة الصراط صحيفة الصراط يومية إخبارية سياسية اتخذت في العقد الأول لصدورها طابعا دينيا سياسيا تخرج صاحب الصحيفة الشيخ عبدالله القلقيري من جامعة الأزهر بعد دراسته علوم الدين الإسلامي ودرس اللغة العربية وآدابها لنحو سنتين في جامعة القاهرة اشتغل في القضايا السياسية في مصر من خلال انضمامه إلى جماعات سرية وعاد إلى البلاد في سنة 1919 انخرط لبضع سنين في سلك التدريس في مدارس القدس ويافا استقر القلقيري في سنة 1948 في سوريا واستمر هناك في العمل الصحفي والتدريس وبعد بضع سنوات قليلة انتقل للإستقرار في الأردن حيث شغل منصب مفت المملكة بين عامي 55 و 67 وأصدر سنة 56 مجلة دينية باسم هدى الإسلام بادر في سنة 1925 إلى إقامة صحيفة إخبارية باسم الصراط طغى عليها توظيف الخطاب الإسلامي في تغطيتها مختلف الأحداث وعرضها القضايا السياسية المحلية والدولية وقد خرجت هذه الصحيفة ضد سلطات الانتداب ودعت إلى محاربة المشروع الصهيوني كما وتشمل الصحيفة مقالات علمية وأخرى أدبية أهلا بكم من جديد في المتحف الفلسطيني نقدم لكم الآن جولة في هذه الصحيفة صحيفة الصراط نلاحظ في الصفحة الأولى من هذه الجريدة مشاهدين اسم الجريدة الصراط يتوسط الصفحة على الجهة اليمنى الجريدة موجود اليوم وهو اليوم الجمعة والتاريخ بالهجر والميلاد ورقم العدد الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة هو رقم 3910 مكتوب أيضا على نفس الجهة أنها جريدة يومية سياسية مصورة ومكان الصدور هو يافا فلسطين صاحب الامتياز ورئيس التحرير هو عبدالله القلقيلي كما نشاهد هنا هذا محتوته الجهة اليمنى من الصحيفة أما إلى الجهة اليسرى التي تضمنت التاريخ وهو باللغة الإنجليزية وسعر الجريدة إضافة إلى الإعلانات الدائمة والدورية وصندوق البريد والعنوان التليغرافي وهو الصراط يافا هذا العدد تضمن مجموعة من الأخبار وهي بخط أفقي ومجموعة من العنوين إلى جانب بعضها وفي هذا العدد 3910 بعض العنوين في هذا اليوم كانت مناقشاته قضية مصر في مجلس الأمن الدولي قضية إعادة المهربين لجبل طارق وعنوان آخر سفر المندوب وخلاصة اتفاقية الحمضيات هذه كانت أبرز المواضيع والعنوين في ذلك العدد من صحيفة الصراط مشوارنا يتواصل في المتحف الفلسطين والحديث يتواصل أيضا عن صحيفة الصراط صحيح أن الشيخ القلقيني ضمن كل عدد من جريدته أبحاثا ومقالات وأخبارا دينية إسلامية لكن معظم فتاحياته تناولت الحركة الصهيونية وخطرها على وطنه الصغير فلسطين والأصغر يافا تحت عنوان قحة قال صاحب الجريدة ورئيس تحريرها في افتتاحية العدد الصادر في الحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 1938 قال إن الصهيونيين وهم حتى اليوم لا يملكون من فلسطين ملكا عاديا غير القليل ما يزالون في تخيلهم أن فلسطين جميعها في قبضة يدهم وأنها تراث انتقل إليهم من آبائهم فهم يملكون تقرير مصيرها لذلك كان حتميا أن يبقى حقنا وباطلهم يتصارعان حتى يغلب أحدنا الآخر لمن ستكون الغلبة في الجولة الأخيرة تساءل الشيخ الشيخ القلقيل متفائل عبر قوله في الافتتاحية إذا كنا على يقين بأن الحق والحقيقة غالبان والباطل والوهم مغلوبان فإن واثقون من أن فلسطين ليسودها ويسيطر عليها غيرنا لكن تفاؤل عبد الله القلقيل السياسي والوطني لم يشمل العلم والأدب بل إنه كان في ذروة التشاؤم عبر مقالته فلسطين مقبرة العلم والأدب المنشور في غزة شباط فبراير عام 1938 وكيف يمكن أن يتفاؤل وقد رأى أن العلم والأدب لا يضيعا في بلد ضيعتهما في فلسطين فهما فيها أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام الكاتب يقرر ذلك ليس بالمقارنة مع البلدان الأوروبية التي كان أدباؤها وعلماؤها ملوكا غير متواجين بل مع علماء مصر والشام العراق وأدبائها وبنتيجة المقارنة تتركز الصورة القاتمة على الشكل الآتي يعود إلى فلسطين العالم أو الأديب بعد أن كد في تحصيل العلم والأدب فلا يمضي بضع سنين حتى يموت علمه في صدره ويجمد فكره في مقره إذ لا يجد سببا من أسباب حياة العلم فيها ذلك أن أسباب حياة العلم الدولة والسلطان والدولة في فلسطين أعجمية من إنجليزية ويهودية هذه الحلقة مستمرة معكم مشاهدين من المتحف الفلسطين ونعود إلى بدايات جريدة الصراط التي صدر العدد الأول منها في الثاني من أيلول سبتمبر عام 1925 رفض صاحب الصحيفة التحزب ولكنه مع هذا دعم ولاية الأمير عبد الله بن الحسين على شرقي الأردن جريدة الصراط كانت في البداية جريدة أسبوعية ثم تحولت إلى نصف أسبوعية إسلامية دينية لكن أصحاب الجريدة استيقظوا من بعد غفلة وأخذوا بتصليح شؤونها وبدأ الكاتبون بالتطرق لمواضيع مفيدة إسلامية ووطنية حيث أن جريدة الصراط بدأت تصدر بشكل يومي عام 1929 في مدينة يافا حيث أن صدورها اليومي خدم شؤون الأمير عبد الله بكلمات أوضح بدءا من سنة 1929 صدرت الصحيفة بصورة يومية لكنها عانت من وضعا اقتصادي نوعا ما ضعيف الأمر الذي تسبب في بعض الأحيان بتوقف الصحيفة عن الصدور لأيام متواصلة في تلك الفترة عرضت صحيفة الدفاع عرضا على صحيفة الصراط وهو شراء الصحيفة عام 1943 إلا أن صاحبها الشيخ القلقيل قام باستعادتها وأصدرها مرة أخرى كأداة تروج لسلطة ملك الأردن ومن الجدير بالذكر أنه في مرحلة معينة من الزمن في بداية صدور صحيفة الصراط صدرت الجريدة اليومين في الأسبوع الأحد والأربعاء بشكل مؤقت في البداية لم تكن صحيفة الصراط منتشرة نسبيا حيث كانت تطبع يوميا بأعداد قليلة لا تتجاوز المئات كانت فقيرة في موادها مجالاتها ومقالاتها وفي سنة 1943 اشتراها صاحب صحيفة الدفاع وصدرت خلال ثلاث سنوات كجريدة مسائية يومية تخدم مصالح البنك العربي وفي سنة 1946 انفصلت جريدة الصراط عن صحيفة الدفاع ورجعت لخدمة الأمير عبدالله الذي أصبح ملكا في تلك الفترة إلى المحطة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم من المتحف الفلسطيني والحديث عن صحيفة الصراط على الرغم من توجهات صحيفة الصراط وخلفيتها الدينية إلا أن ذلك لم ينعكس على خطابها وقضاياها في فترة الأربعينيات إذ نلاحظ أن الطابع الإخباري والسياسي في هذه الفترة كان طاغيا على تغطية الصحيفة للقضايا المحلية والعالمية أما من الأمور المركزية التي لم تتغير في مبادئ الصحيفة مواجهتها ومعارضتها لسلطات الانتداب والمشروع الصهيوني إلى اللقاء